اشتركوا في القناة التعاون هذا حيكون في عندنا تحديات وجوائز مجانية الجوائز عبارة عن شعارات للسيارات انتم عارفين اول ما نزلت التحديات هذه كلكم حصلتم على هذه الجائزة الظاهرة امامكم مجانا فبقية الجوائز هناخدها عن طريق تحديات انا اول مرة اشرح تحديات طور السباق لانه جدا التحديات سهلة لكن كثير من الاشخاص رسلوا لي بالتعليقات على هذه التحديات فالان هشرح لكم اياها بالتفصيل اباكم تركزوا معي تمام في التحدي الاول يقول اقوم بانهاء الدورات في احدى المراكز الستة الاولى في وضع السباق مصنف عدد خمسة عشر هذا التحدي جدا سهل كل اللي عليك انك اول شي تحط على التصنيف شوف لما توصل للمكان هذا تضغط السهم على فوق اظهر لك الاطوار تحط التصنيف طيب مجرد انك انت حطيت التصنيف زي كده بعد كده تلعب وضروري انك انت تكون من ضمن الستة الاشخاص اللي ربحوا لكن انت تكون من ضمن الستة يعني يا تكون السادس يا الخامس يا الرابع يا الثالث يا الثاني يا الاول تمام فان حسب معك واحد مطلوب منك انك تكرر الشي هذا خمسة عشر مرة في تاخد الشعار الاول اللي هي باقة اوروبا الشمالية بعد كده عندنا التحدي التاني يقولك باقة اوروبا الشرقية قم بانهاء السباقات بعد استخدام ستة تعزيزات التيربو على الاقل عدد خمسة عشر خلينا الآن ابيين لكم هذا التحدي كيف تسووه طيب هيركزوا معايا تمام علشان تخلي التيربو يتعبى بطريقة سريعة حاول انك تنزلك دائما تضغط مربع شوف زي كده تنزلك زي كده مربع مربع يتعبى معاك على طول لاحظه شوف تعبى شايفين اللي في اليسار تقوم تضغط التيربو عندك هنا واحد بعد كده تضغط مربع مربع تنزلك كثير يتعبى معاك بسرعة مرة بسرعة كبيرة شوف زي كده وتضغط التيربو ثاني مرة وثالث مرة ستة مرات بعد ما تسوي ستة ضروري انك انت تتخلص السباق للآخر ان حسب معاك كده واحد بطلوب منك خمسة عشر مرة يعني تدخل الجيم تضغط ستة مرات تيربو وتخلص الجيم للآخر انحسب معاك واحد بعد كده ثاني مرة ستة وتخلص السباق يتسوي معاك واحد وتسوي هذه الحركة سيء خمسة عشر مرة فيتسوي معاك التحدي فهمتوا كيف؟ طيب علشان تفعل التيربو حاول انك انت دائما تضغط متلت في بعض الاشخاص الجديدين على الموضوع عدم هم عارفين النظام كل ما عبيت التعزيزات وتيجي تستخدم التيربو تضغط متلت فهمتوا كيف؟ طيب في عندنا باقة اوروبا الجنوبية يقولك كن بينهاء الجولات في وضع محولات السرعة بعد السير على ثلاثة من وسادات التعزيز على الأقل عدد ثلاثين اول شي عندنا محولات السرعة اذا احنا رحنا الى اللعب ركزوا معي تمام تضغط السهم في عندك هنا محولات السرعة تضغط عليها الآن أبيلكم طريقة التحدي طيب وسادات التعزيز اللي هي هادي شايفينها هادي هي تدعس عليها مطلوب منك ثلاثة ركزوا في هذه النقطة مطلوب منك ثلاثة في كل جيم فمطلوب منك ثلاثين مرة يعني في الجيم الواحد ضروري تدوس على ثلاثة فينحسب معك واحد مطلوب انك تكرر هذا الشي ثلاثين مرة يعني كل جيم تسوي ثلاثة ينحسب واحد كل جيم تدوس على ثلاثة من هذه التعزيزات ووسادات التعزيزات ينحسب واحد فهمتوا كيف؟ فتسووا هذه الطريقة ثلاثين مرة وتخلصوا التحدي بعد ما هنخلص كامل التحديات هتتوفر معنا تحديات إضافية بعد خمسة من الأيام وثمانية من الساعات وحيكون معنا شعارات جديدة هذه صورة تبي لكم جميع الشعارات اللي حنحصل عليها مجانا إذا إحنا خلصنا كامل التحديات يعني كل بعد فترة ممكن حيضيفهم معنا مهام جديدة قبل ما أختم المقطع فيه نقطة مهمة أبوضح لكم إياه كثير من الأشخاص أرسلوا لي في التعليقات على تحديات مثاليك اطلبوا أني أنا أشرح التحديات السبب الوحيد أني أنا ما شرحت التحديات هذه لأنه مراحلها جدا طويلة أنا حاولت أسويها في الحساب الثاني جلست نص يوم ما سويت غير الربع فمراحلها مرة طويلة فإنت كل اللي عليك علشان تأخذ السيارة حاول أنك تسوي عشر مهمات سهلة تمام؟ عندك التحدي الواحد تكون من خمسة مراحل الخمسة مراحل يعني خمسة تحديات لا تفكر خمسة مراحل يعني تحدي لا أكمل عندك هنا واحد من خمسة كل مرحلة ينحسب معك تحدي فإنت مطلوب منك عشرة وتحصل على السيارة فسوي أسهل شي بعد كده حيتوفر معانا تحديات إضافية بعد خمسة من الساعات فحاول تنجي عشرة تحديات سهلة وسويها طيب إذا جاك تحدي صعب وما عرفته كل اللي عليك أنك ترسلي في الاسناب قل لي يا صياد أشرح لي التحدي هذا وأنا أشرح لك اللي ما ضافني على التواصل يحاول يضيفني في رابط أسفل كل مقطع مكتوب عليه تواصل مع الصياد يضيفني أفضل شيء على الاسناب لأننا دايما عن الاسناب فأنا أحاول أشرح لك التحدي على قد ما أقدر كده وصلنا لنهاية مقطعنا أتمنى يا شخص ما تشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الاتم شوب وهم شي لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك وإن شاء الله تقام المقطع آخر وفأمان الله ترجمة نانسي قنقر